السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم أسعد الله أقاتكم أبنائي وبناتي كيف حالكم أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية بإذن الله معكم معلمتكم منام صالح الغريب معلمة للمرحلة التأهيلية لطلابي وطالباتي المبدعين في الصف الثاني تأهيلي معي في مادة مهارات رقمية للفصل الدراسي الأول فأهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي في درسنا إثراءات لما تعلمنا خلال الفصل الدراسي الأول في البداية أذكركم بقوانين التعلم عبر غنوات عين التعليمية والتعليمات التي عليكم اتباؤها حتى يمكنكم الاستفادة عند مشاهدة دروسكم عبر غنوات عين أولا علي أبنائي وبناتي أن أختار مكان مناسبا للتعلم بعيدا عن الطجيج بعيدا عن التجمعات تقول لدي معرفة مسبقة بجدولي وأوقات التعلم المباشر سواء على منصة مدرستي أو عبر قنوات عين التعليمية بعد ذلك أبنائي وبناتي أحرص من خلال معرفتي بجدولي إلى تجهيز الكتاب وأدوات التي أحتاجها جميع ما يلزمني يكون بالقرب مني أستمع إلى درسي بتركيز أحرص على أن أتابع الدرس حتى ينتهي الوقت المخصص لا أبنائي وبناتي أوجه رسالة إلى أولياء أموركم أطلب منهم تقديم الدعم والمتابعة والتوجيه والإرشاد لكم خاصة كذلك عند استخدامكم الانترنت عنوان الدرس هو إطراءات لما تعلمنا خلال دروسنا السابقة الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على آداب المواطنة الرقمية لاحظوا أبنائي وبناتي أهدافنا التدريسية الذي نسعى إلى تحقيقها أولاً أن يعرف الطالب والطالبة المواطنة الرقمية ثانياً أن يذكر الطالب والطالبة آداب المواطنة الرقمية ثالثاً أن يذكر الطالب والطالبة السلوكيات الإيجابية أثناء التواصل عبر الانترنت رابعاً أن يذكر الطالب والطالبة أمور يجب تجنبها أثناء التواصل عبر الانترنت نلاحظ أبنائي وبناتي أنه الانترنت أبنائي وبناتي ماذا؟ عبارة عن عالم واسع يوصل لي رسالة ألا وهي المواطنة الرقمية إذن أبنائي وبناتي هذه الرسالة التي توصلتنا هي المواطنة الرقمية ماذا تعني؟ لما نحكي نقول مواطنة رقمية ماذا يدور إلى ذهنكم؟ أحسنتم أبنائي وبناتي إذن مواطن رقمي مأنه شيء رقمي إذن لازم هذا المواطن ماذا؟ هو شخص ماذا؟ أحسنتم هو شخص يستخدم تكنولوجيا المعلومات إذن هذا الشخص يكون ماذا؟ يستخدم تكنولوجيا المعلومات سواء من أجل انخراط بفعالية للمشاركة المجتمع الرقمي وشؤونه الاجتماعية السياسية كذلك الدينية مع رفض التسلط يعني ما يجي يتحكم في أحد ما يجي مثلا يتهجم على أحد ما يكون عنده مثلا يميل من جهة مثلا إلى رأي محدد أو باتجاه محدد لا أبنائي وبناتي إذن هو يشارك بفعالية يشاركهم آراءهم يسمع رأيهم يعطيهم رأية دون ما يتسلط على أحد أو يتعصب إلى جهة محددة أو إلى رأي معين هذا هي يعني المواطنة الرقمية سواء كان يستخدم جهاز حاسب آلي لنخرط أي تكنولوجيا معلومات جهازكم المحمول اللي هو الجهاز الهاتف المحمول الجهاز اللوحي أي جهاز يمكنك من خلاله تستخدمينه أو تستخدموه أنت أبني أو ابنتي لماذا؟ للانخراط بفعالية في المجتمع الرقمي مثلا في مواقع التواصل الاجتماعي مثلا مثل في برنامج إكس أو في أي برامج أخرى هذا المجتمع يكون موجود فيها ماذا؟ مجتمع رقمي هذا يعني موجود فيها أشخاص هذا الأشخاص ستواصل معهم تسمع آراءهم تشاركهم رأيك هنا أنت تعتبر مواطن رقمي ماذا يعني رقمي؟ إذن كلكم هنا تستخدمون شبكة الأنترنت تتواصلون مع بعض إذن كلكم تسمون بماذا اسم؟ أحسنتم مواطنون رقمي إذن المواطن الرقمي هو يستخدم شبكة المعلومات من أجل أن ينخرط بفعالية لاحظوا المواطن الرقمي بأن مواطن الرقمي يجب أن يكون فعال إذن ماذا؟ يرفض التسلط أو إنحياز إلى رأي أو اتجاه معين ويتهجم على أخوة مثلا الأخرى المواطن الرقمية ماذا تعني لكم؟ المواطن الرقمية تعطينا قواعد نسير عليها تعطينا أفكار جيدة نتبناها كذلك المواطن الرقمية كيف قواعد؟ يعني أعرف أنه هذا الشيء غلط أنه من الخطأ مثلا أنه أستخدم مثلا أسم غير اسمي مثلا أستخدم اسما أو أنتحي شخصية شخص آخر إذن هناك قاعدة لا تنتحي الأسماء أشخاص آخرين في المواطن الرقمية هناك أفكار أنه لا تتبنى أفكار غير جيدة احرص أن تقيدك أفكار جيدة كذلك ابحث عن أفكار جيدة هذا المواطن الرقمي كذلك القوانين هناك قوانين يضعها المواطن الرقمية أول أهم من أهم القوانين مثلا أبنائي وأبنائي أعطيكم بثاني أنه من الخطأ أني أنشر مثلا صور للآخرين دون إذنهم أني أقوم بتصويرهم وأنزلهم في الانترنت من خلال المواطن الرقمية أعلم أنه هناك قانون يحمي الآخرين من هذا التصرف كذلك الأعراف أنه ما هو مسموح عرفا هو مسموح لدينا في المواطن الرقمية ما هو غير مسموح في العرف إذن غير مسموح لك أيضا في المواطن الرقمية سواء كان استخدام الفات في الأداب العام أبنائي وبناتي أو نشر محتوى عن خصوصيتك أنت أفراد أسرتك هو في العرف غير مسموح يعني في عاداتنا مثلا هل نسمح أن أحد مثلا يصور أفراد أسرته والأسرار الخاصة بالبيت إذن غير مسموح أيضا في المواطن الرقمية هذا الشيء أبنائي وبناتي غير مسموح المعايير هناك معايير تحدد أنه ما هو مسموح وما هو ما هو مسموح ما هو الإكثار منه مقبول الإقلال منه واجب علينا أن نحرص عليه كذلك أبنائي وبناتي المبادئ التي نتربى عليها هذه المبادئ هي ضمن المواطن الرقمية التي يجب أن تظهر فيني لاحظ أبنائي وبناتي من خلال لماذا؟ نلاحظ أن من خلال الانترنت علينا مراعاة أمور تالية نعلم أن الانترنت هي نافذتنا إلى العالم ومن خلال الانترنت أنا أصل أبنائي وبناتي إلى العالم ولكن علي أن أراعي أنا الآن أستخدم شبكة معلومات أتعامل مع أشخاص من مختلف جهات العالم أبنائي وبناتي يعني هما راح يخدم فكرة عنك وعن مثلا أنت من أين أتت مبادئك من أين أتت قيمك اللي ذكرناها ومن أين أتت معاييرك وأعراء العرف عندك إذن أنت تمثل ماذا؟ قيمة مجتمع آخر يعني هذا ليس بأمر هين فمن خلال ذلك علينا مراعاة أمور أن أحافظ على بياناتي أبنائي وبناتي الشخصية وكذلك سريتها أحترم الآخرين أثناء وجودي على الانترنت مع أني أنا أمثل مجتمعي لأن أتيت منها وأنا الآن موجود في مجتمع رقمي هم لا يعرفون بقية أفراد أسرتي لا يعرفون مثلا المكان اللي أنا جيت منها أنا الآن أمثل لهم ماذا؟ عين من هذا المكان أو من هذا المجتمع اللي أنا ظهرت منه علي أن أضحي صورة حسنة من خلال احترامي للآخرين أتبادل معهم الآراء ولكن وفق الاحترام أن أحافظ على بياناتي الشخصية وحافظ على سرية بياناتي معدرة أن لا أكون سادجا أن أعطي بياناتي الشخصية لأي أحد موجود على الانترنت أعطي شاركه معه البياناتي السرية لا أبنائي وبناتي أحرص من خلال شبكة الانترنت أن هناك أشخاص ماذا؟ سيئين ممكن يسرقون بياناتك لا تستهين في هذا الأمر حافظ على سرية بياناتك وكذلك الأمور الخاصة بك وبأفراد أسرتك كما أحرص أبنائي وبناتي أيضا حلاء لا تنشر صورك الشخصية كذلك على الانترنت لا تزود أي شخص بمعلومات الخاصة بك أو عنوينك الخاصة كذلك أبنائي وبناتي لا ترسل بطاقتك البنكية الأحد ممكن ياخذها ويستخدمها ويعمل نسخة أخرى مطابقة لها إذن لا ترسل بطاقتك البنكية حتى لهم باب أنه مثلا أنه هذا صديق تعرفت عليه على الانترنت أو أنهم مثلا حطوا كلهم الصور لا أكون ذكي في استخدامي المجال التعفاعل في مجتمع الرقمي وما أضع بطاقتي البنكية كذلك أبنائي وبناتي لا تفتح أي مرفق أرسلك من أشخاص أنت ما تعرفهم مدام أنت ما تعرف هذا الشخص معرفة تامة لا تفتح الرسائل اللي اجتك منها لا تفتح المرفق اللي آتا لديك من هذا الشخص إلا إذا كان هذا الشخص معروفا لديك مسبقا فيحق لك أنك عادي أنت تعرف أنه ممكن هذا الشخص تتق به وممكن تتبادل معناه المعلومات كذلك أبنائي وبناتي لا تستجيب لي أي رسالة طلب لم تفهم معناها وأخبر والديك عنها أي رسالة طلب جتك أخبر والديك عنها أتك مثلا أحد حتى لو أمثلا تعرفت هذا أحد وبدأت ناقشك في مواضيع أنت بدأت تشك فيها أو بدأت تشك في هذه المواضيع ناقشي والديك فيها أطلعيهم على الأمر أو أحد من أفراد أسرتك تثق به وبرأيه الآن قبل أن أختم درسي أبنائي وبناتي سأسألكم سؤال أضع علامة صحة لتصرف الدال على المواطنة الرقمية أنا مواطن رقمي واعي إذن لا أرسل أرقامي سرية لأي شخص أم أنا أقوم بتصوير بطاقة الأحوال ونشرها على المواقع الإلكترونية من هو اللي يدلكم أنه أنا شخص واعي؟ أحسنتم إذا كنت لا أرسل أرقامي سرية لأي شخص كان أنا ما أرسل أرقامي السرية لأي شخص أعرف على شبكة الأنترنت أو حتى على مواقع الأنترنت مشرط تكون مثلا أرسل للشخص أو حتى أني أضعها على مواقع الأنترنت أبنائي وبناتي أبنائي وبناتي توصياتي لكم قبل أن أختم درسي معكم نحرص ماذا؟ على أن أكون مواطنا رقميا صالحا أن أحافظ على بياناتي كذلك أن لا أتشارك مع الآخرين بياناتي السرية أو بطاقاتي البنكية حتى أحافظ على ماذا؟ على سرية وبياناتي أبنائي وبناتي أبقاكم على خير بإذن الله معلمتكم منال صالح الغريب